مبارح تابعنا بكل فخر مباراة منتخبنا لكرة اليد مع منتخب الجزائر الشقيق اللي فوزنا فيها فوز كبير جداً بنتيجة 34-19 وقدر منتخبنا بعد هذه النتيجة أنه يصعد لنهايات كاس العالم يناير 20-23 قراءة في مشوار منتخب مصر في هذه البطولة هيكلمنا عنه وضفنا الأستاذ علاء السيد الناقد الرياضي وخبير كرة اليد اللي منوارنا صباح الخير عليك فهلا صباح النوري فهلا أهلا بحضرتك وصحة ومتطاية وحاجة بسحة بسلامة في متابة مباراة كرة اليد لكني كنت شايفه ماتش سهل شوية بالنسبة لمنتخب قبل ما أحب أقول على ماتش مبارح أقول منتخبنا منتخبنا في حالة فنية رائعة بقى له فترة بقى له فترة بقى لنا ثلاث سنين منتخبنا الأول بيتبني بشكل جيد أجيال بيتركب مع بعض عندنا جيلين وراه اللي هم حققوا برونز الشباب وكاس العالم للناشئين استكمالا لمنتخب فيه خبرات كبيرة لعيبة محترفين في الدوري الأوروبي بأكبر أندية أوروبا بالإضافة لخبرات كبيرة زي أحمد الأحمر وخبرات المحلية التوليفة دي مع وجود مدربين عالميين زي ما قلنا كان ديفيد ديفيز وبروندو عملوا الشكل الأمثل لمنتخبنا منتخبنا في حتة تانية أفريقيا بالنسبة لنا زي ما يقولوا لازم يعني واجب بتأديه علشان توصل للمرحلة اللي بعديها منتخب مصر مبارح مبارح يمكن أحسن مبارحة عملها قدها مبارح في البطولة دي ودخل بشكل جيد وخصوصا أن في بعض اللاعبين كانوا محتاجين يثبتوا نفسهم أشواء أو يسخنوا بشكل أفضل شوية قبل مبارحة تونس مبارحة تونس النهاردة إن شاء الله هتكون نهائي مبكر منتخبنا مبارحة أدى أداء طيب جدا خصوصا حراسة المرمة واللعابين كلهم بشكل عام أدوا أداء طيب مبارح حسن أدى عمل ماتش طيب جدا وكسر العمل يعني الاشتاحية بتاعة المبارحة بشكل جاي جدا وده طبعا أدى له أحسن لعب مبارح خلينا كلم أكتر عن مبارحة مبارحة وشفتها إزاي وتحليلك أكتر مين اللعيبة اللي محتاجين لسا نشتغل عليهم احنا عندنا لعيبة في المنتخب الحقيقة يشرفوا يعني بيلعبوا في أندية كبيرة جدا بارشلونا بنكلم تشالسي بنكلم أنه زي ما انت قلت يعني هما بقى لهم ثلاث سنين شايفين نضوج كبير قوي في المباريات حتى مع الدانوارك قبل كده فإحنا عندنا منتخب جامل شفت مبارح المباراة زي ما انت بتقول يمكن كانت سهلة شوية لكن احنا بنتكلم برضو على منتخب الجزار وإن كان منتخب مصر أقوى شوية إيه الحاجات اللي عندنا كان مبارح محتاجين لسا نشتغل عليها عشان النهاردة وإحنا بنلعب نبقى نا هو منتخبنا زي ما حالك قلت كده في حتة تانية تانية عاوز أقول منتخب مصر أنا يعني يعني أفريقيا بالنسباله تحصيل حاصل هو في حتة تانية منتخب مصر إن شاء الله مبارح زي ما قلت قد أداء جيد جدا توازن كبير دفاعي وهجومي طبعا بحب أشيد هنا إبراهيم مصري إبراهيم مصري على فكرة المدافع الأول لمنتخب مصر يعني من أفضل مدافعين العالم يمكن أن تصريحات المدربين بتاع جزائر وتونس بتقول إن نحنا بعيد شوية عن منتخب مصر وبيحاولوا يعني يحضروا لعابتهم وجماهيرهم لأن منتخب مصر يعني متفوق عليهم النهاردة بس المباراة فعليا يعتبر النهائي مبكر لأن فريق التونسي فريق تقليدي عنده خبرات عالية جدا ساعت جدا مبارح بمستوى حرس المرمى هندوي رجع بشكل جيد محمد علي مبارح عمل مباراة رائعة اللاعبين كلهم يختبروا نفسهم مبارح بيحضروا نفسهم للمباراة النهاردة كورت اليد من الألعاب اللي ممكن تلعب يومين متتاليين وإن كان يعني ما يكونش إجهاد مثلا على اللعيبة؟ هو طبعا إجهاد بكل حال من الأحوال لكن ضغط البطولة لمدة أسبوع واحد بس من 11 لغاة 18 فلازم يلعبوا مباراة المجموعة لعبهم لغاة دلوقتي ممتخب مصر طلب مباريات ونقسم مباريتين سامي فاينل وإن شاء الله الفاينل بعد بكرة ممتخب مصر متحضر بدنيا بشكل جيد محترفين عارفين يحافظوا عن نفسهم إزاي يقدروا يوفروا بعض المجهود في مباراة الليل الأهل شوية عشان يقدر يطلع إن شاء الله من هذا الشكل الجيد اللي احنا منتظرينه إن شاء الله عظيم الفرق في النتيجة كان فرق كبير يعني 34-19 فرق كبير ومع ذلك هو الفرق بدء من الأول والفرق كان عمالية التسع ما بين مصر والجزائر وعلى الرغم من ده العيبة كانت مصممة ومصرة لحد آخر دقايق إن هي تزود لسكور مبارح المتخب مصر يعتبر يعني وقال لي مجهود بارب زي ما حضرتك قلت عملوا ريكورد يعني عملوا رقم قياس في عدد الفرق الأهداف بينه ومبارات الجزائر ومبارات الجزائر بالنسبة لنا ما كعيدش كده خالص بيبقى فيه فرق 4-5 أهداف ماكسيوم مبارح الفرق 15 أهداف ده كبير جدا في مبارة رسمية فطبعا يعتبر ريكورد بالنسبة لنا مصر في تاريخ مواجهتها كسبت 13 مرة الجزائر أصد 10 مرة الجزائر أنا بكارم في طولة أطريقيا 16 تأهل متوالي لمنتخبات منتخب مصر الأول للرجال بطولة العالم طبعا ده ريكورد على فكرة فيه 3 دول في العالم بس من سعب ما دخلوا بطولة العالم اللي هي فرنسا وسويد ومصر هم دول 3 دول فقط اللي بتأهل مباشر للفترة الأخيرة من سنة 13 تسعين لغاية النهاردة الفرق كلها بتطلع كاس العالم وتخش لكن مصر من ضمن الثالث فرق الوحدة على مستوى العالم اللي بتأهل بشكل متوالي لكاس العالم على مدار 16 سنة من أنا بكاري بطولة متتالية فطبعا ده ريكورد من سنة 13 تسعين أحب نتكلم قريب من 30 سنة فطبعا يعني متخب مصر عمل مبارات مبارح ريكورد كبير جدا لمصر إن شاء الله رب العالمين مبارات تونس النهاردة تدينا فرصة إن احنا ناخد اللقب التامن إن شاء الله سيقاتنا كبيرة جدا في لعبتنا زي ما قلنا تحضيرهم بدأ من 3-4 سنين والناس يعني على فكرة هم أجيال كتيرة واشتغل فيهم اتحادات كتيرة من أيام الدكتور حسن مصطفى كابتن هادي فاهمي الدكتور خريط حمودة البشمواند الشام النصر هم دي الناس اللي عملوا بصمة وخلوا الكورت جد بالوضع اللي هي فيه وخصوان فترة أخيرة إن احنا يعني قدرنا نعمل توريفة اللاعبين دي اللي عملة أرقاب قاسية على مستوى العالم خلينا نتكلم كمان على المدرب اللي في الحقيقة عنده تكنيك مميز يعني احنا شفنا علي زين والمصري في خط الدفاع في الشوت الأول عاملين شوت حلوة قوي وهو شايف فيه ضغط شوية على علي زين فريحهم ونزل بدلهم وليد أداح والدرع فشايف قد إيه التكنيك ده مهم يعني أنه المداري بيبقى صاحي للمباراة كده في كل الوقت مبارح طبعا لو الناس لحظت هتلاقي فيه ربع ساعة بتشكيل وربع ساعة بتشكيل تاني يعني المداري بيعمل بيسمحنا الروتيشن أو الدوران بين اللاعبة يوزع الجهد على كل اللاعبين مبارح المنظر مبارح طبعا بيقول أن مصر عندها بنش قوي جدا يعني فريق اللي عنده بنش قوي ويقدر يعمل الروتيشن ويقدر يوصل لأقصى مدى في البطولة هو ده الفريق اللي يكسب باروندو وقبليه ديفيد ديفيز مدرسة أسبانية خاصة يعني يعني زي بيقول كده الفريق المصري يلاقى نفسه في وسط المدرسة دي وبيبدع فيها وطبعا أنا مش بكلم عن مستوى أفريقيا بس على مستوى العالم كله فريقنا عمل مستوىات رائعة على ساعتين تاتا الأخرانيين على مستوى الرجال والشباب والناشئين المدرسة دي صراحة يعني كانت مناسبة جدا للمنتخب المصري وطبعا زي ما الناس كلها شافت كده النتائج رائعة بتقول إن احنا يعني اختيارنا سليم وإن شاء الله رب العالمين اللي جاي أفضل إن شاء الله إن شاء الله من المشاهد الجميل اللي كانت في المبارات مبارح يا الجماهير وهتفات الجماهير وحضرتك طبعا لاعب وقائد للمنتخب وأكيد خدت بالك من زيادة في الفترة الأخيرة في أعداد الجماهير وأعداد الناس اللي بتتابع كرة اليد هل فعلا فيه فرق كبير وإزاي الجماهير كمان تقدر تحمس اللعيبة في المبارح مبارح أنا شفت حتى أطفال كانوا رسمين اللاعبين على ورق وطلبين منهم يتصوروا معاهم كان حاجة رائعة الجماهير أصلا يعني هي يعني احنا بدعمل درجات عشان الناس تجي تتفرج اللاعبين حمسهم وبيتفجر تقتهم علشان يعني يوروا الناس اللي قصدوا من اللعبة دي يوم بعد يوم أصبحت لعبة جماهيرية أه طبعا أنا عارز أقول إحنا كاس عالم الـ 2021 يتنظم في مصر حصل إنشاء لثلاث صلات عالمية وتجديد للصالة الرئيسية بتاعتنا المنشآت دي كلها معمولة للناس تخش تتفرج وتتمتع المناخ والبيئة اللي بيلعب فيها اللاعبين وجود الجمهور والأجواء هي اللي بتحمس اللعيبة بتفجر تقاط كبيرة جدا مبارح طبعا الصالة رائعة يعني صراحة يعني أنا أنا سعيد جدا بأن الصالة دي يعني والشاح اللي وعادينا دايما كانت تفتحها في كاس عالم 21 ومبارح إن شاء الله يعني المنظر كان يفرح الناس كلها جاء راحة يعني موضوع تحسن موضوع سلمائي منظر وصالة والتشات التليفزيون كبيرة نحن في الحياة مبسوطين قوي من أداء المنتخب وعايزين نعرف أكتر عنه هيعمل إيه مع تونس النهاردة يعني منتخب تونس مبارح لعب شوط إضافي شوطين إضافيين لعب الكونغوفا هل ده ممكن يكون عامل شوية إرهاق على لعيب تونس خلينا نقول فنتوقع أن النهاردة ما يكونوش في الفورما قوي طبعا فريد تونس مبارح باللفز الدارك في الرياضة كده تقطف مبارح في المباراة وفضل متعلق لغاية آخر وقت لغاية ما تعادل في الوقت الأصلي وعمل أكستو تايم مرتين لغاية ما كسب الفريد تونسي مبارح طبعا كان مفاجئة الفريد الكومغولي مبارح كبيرة عليه وزي بقوله استنزف من الطاقة بتاعته طبعا فريد مصرح يخش النهاردة بحالة أفضل شوية بدنيا لأن فريد تونسي ما قلنا كده لعب أكتر شوية موضوع بسه مش لعب أكتر لعب يعني حصل من له استنفار لطاقة يعني مش محسوبة فريق المصري طبعا زي ما قلنا كده فريق كبير وعنده بنش قوي جدا وحصل روتيشن مبارح يعني العيب مبارح كلها يعني شافة الملعب ما فيش لعب مبارح لعب الستين ديها خاص أقصى لعب عشرين ديها مبارح ماكسيوم يعني فطبعا لعبتنا يعني نظريا أكثر يعني حالة بدنيا أفضل للمباراة لكن طبعا المباراة مش مباراة طبعا من تونس ومصر تونس على فكرة هي أكثر دولة في أفريقيا حصلت على دولة أفريقيا عشر مرات وصدت سبع مرات للمنتخب المصري تونس منتخب تقليدي رائع وإن كان البطولة دي عامل شوية تجديدات لكن دايما بيبقى منافس قوي جدا للمنتخب مصري عظيم طيب خلانا نكلم عن طريقة اللعب والمختلف ما بين تونس والجزائر يعني احنا شفنا الجزائر بيلعبوا في النص إنما تونس بتلعب على الأجنحة وده هيفتح المعنى بأكتر تونس كمان بتلعب ضغط متقدم فده هيدغط علينا أكتر فإزاي شايف المباركة تكون عاملة إزاي النهاردة وهل بروندو عامل حساب حاجة زي دي كويس أنا عاوز أقول إن إحنا تونس كانت في أفضل حالات يمكن من سنتين ومتخب مصر عامل عليهم مباركة قوية جدا وإحنا في تونس ونفس الجيل ونفس الجيل بتاعنا فطبعا إحنا حافظين جيل وإن كان فريد تونسي يعني أقل وطأ شوية من قبل كده لكن أخطر لأنه أكطر شبابا وأكطر جاريا زي ما أنت قلت كده بيلعب على الأجنحة فرينا حافظ ومحضر كويس جدا لفريد تونسي إحنا يمكن بدورة البحر المتوسط من حوالي عشر طيام لعبنا فريد تونسي وتفوقنا عليه خمس أهداف أعتقد أن ماتش النهاردة لا يحتمل القسم على اثنين فرينا نازل مركز وما فيش إن شاء الله فرصة لأي مفاجآت الدفاع القوي بتاعنا وخصوصا في نص الملعب حراس المرمى إن شاء الله رب العالمين حيكون لها تأثير كبير أهم حاجة فرينا ما يبقاش متعصب نازل بثقة اللي هي يعني مش محتاجي يصدعي من حتة ولازم يتمسك لحد الآخر كمان عشان برضو إحنا عندنا مشكلة كده صغيرة يمكن لما بتكون الفروق قريبة ما بيننا وبين المنتخب اللي منقابله زي ما حصل مثلا في دورة ألعاب البحر المتوسط مع إسبانيا كان الفرق نقطة يمكن يعني هي هافوة شوية في البحر المتوسط طبعا أنا بعاوز أقول إن المنتخبات اللي هي بتبقاش يعني مرشحة بقوة بقاش عليها ضغط فريق تونسي برضو كنهاردة ما عندوش ضغط كبير إنه مجموعة يعني من الشباب الطموح جدا عاوز يلعب مع منتخب مصر بأي شكل من أشكال وفيهم بعض طبعا لعيبة المحترفين اللي رائعين درمول وجابالله وحرس المرمى عندهم لعيبة محترفين جاهدين جدا وعندهم طموح إنه يعمل نهاردة شو مع منتخب مصر يعمل شكل كويس فما عندوش ضغط الضغط دايما بيبقى على اللعب أو الفريق اللي هو حريص إنه يكسب أو اللي عليه الرهان لكن طبعا فريقنا فيه خبرات كبيرة جدا طبعا نحن نتكلم على النشائين اللي خدوا بطولة العالم من ضمه للفريق الأول من سنتين غير طبعا اللعيبة الأدام اللي هما زي ما أنت قلت عواميد طيب تفتكر هجرسية هيعمل إيه يعني هيبتدي بمين النهاردة هلا يبتدي بكريم هنداوي اللي في الحقيقة عمل مبارح مبارحة لقوي صد حوالي 55% من كل الأجوال اللي تشاطت عليه يعني وده رقم كبير فتفتكر هيعمل إيه جرسية نهاردة تقليديا وفوض يبدأ بكريم هنداوي لكن أعتقد هو بيحضر يحضر الاتنين كريم ومحمد علي اللي أنا شايفهم الاتنين موجودين دلوقتي وعلى فكرة عصام مش بعيد خالص عصام الطيار محترف في أحد أكبر دوريات العالم اللي بيحتل المركز السابع في الدوري الألماني الدوري الألماني ده زي بطولة عالم يعني فالطيار محترف هناك وحالة رائعة برضو لكن يمكن البطولة زي ما قلت كده يعم ما لعب مع فرق أقل شوية ببقاش تركيزي عالي لكن هنداوي محمد علي إن شاء الله يعني ثقاتنا فيهم كبيرة جدا زي ما قلنا والدفاع بتاعنا المصري وعلي زين وقداح ودرع طبعا دول يعني عمدتنا في النص اللي حتدافع بشكل جيد يبدأ بيهم طيب؟ أولا غالبا هيبدأ بيهم إن شاء الله نعضي هيبدأ بيهم بشكل أساسي وحيدورهم الفكرة هيحصل تدوير يعني هيحصل تدوير هيحصل تدوير لليل ما يقدرش هلعب المباراة كلها بنفس المجموعة طبعا أنا بتكلم عن ضغط البداية بس ضغط البداية طبعا عندنا خبرات كبيرة زي سند وبكار في الونجين وعندنا ممدوح في الدائرة وأحمد عادل الرائع الدائرة الجديد اللي هو الناس كلها مش عارفة بيلعب بأي طريقة لإنه يعني دائرة بيلعب بيده الشمال ودي حاجة نادرة جدا في العاية العادة كلها هل السند خفة من الإصابة هتداف الدوري الفرنسي ولا لسه؟ أول سند خفة ومبارا طبعا كان المواطش ما كانتش بحتاج سند أو مباراة يعني وكانتش بحتاج منه يعني النهار ده هو سند مركز وإن شاء الله رب العالمين النهار ده يعني يخش في المجموعة بتاعتنا على فكرة مباراة المواطش مباراة كان مفتوح من نص الملعب أكتر من الونجاب كتير عشان كده مظهرش ان النجاب بتاعتنا مباراة يعني عملت شغل بثير لكن الملعب كان مفتوح خالص وصل الملعب واستغلوا طبعا الأدباح وعلي زين والدرع والفرنسي بتاعتنا مباراة طيب زي ما قلنا ان الانتخب بتاعنا عبارة عن ميكس جيل جديد أو زي ما حتاك قلت 3 أجيال كمان ازاي الأجيال السوارة تقدر تستفيد من الأجيال الكبيرة الموجودة اللي على الرسوم طبعا دلوقتي كابتان أحمد الأحمر وبشكل عام الخامة دي من اللعيبة عاملة ازاي أما قريدي حصل الميكس وبقالنا سنتين في الميكس ده اللعيبة أنا قلت في عشرين عشرين دخلوا بعض من بعضهم سنتين ولعبوا كاس عالم ولعبوا أولمبياد وبالعبوا أفريقيا فالموضوع بقى خلاص وطبعا وجود مدرب مستقر وبشكل ثابت ونفس الأفكار الفنية فطبعا كل ده بيدي استقرار وبيدي اندماج كبير للعبتنا ناس حفظين مدرب ومدرب حفظ اللعيبة ويمكن برضو أحب أوضح أن بروندو دايما في البطولات بيخاب التشكيل بتاعه في المشاطة الأساسية يعني احنا كل المشاطة الفتة دي كلها كان مما يعمل ميكس ما بين ما تعرفش مين الأساسي ومين أساسي ومش بيخير بغير مجموعة بمجموعة تانية بشكل ثابت لا لا كل مرة يعمل تشكيل جديد خصوصا في الخط الخلفي فطبعا ده بيحير أي مدرب لكن النهاردة الشكل الحقيقي لمتقبنا حيبان وحيبان إن شاء الله العيبة الأساسية اللي حتلعب والناس اللي حتامر وتشمع لا بس يعني أحمد الأحمر انت بتتكلم على سبعة وثلاثين سنة يعني خبرة كبيرة في كرة اليد فإزاي ممكن جرسية باروندو يستغل الأحمر أحمد الأحمر مستغل بقاله أكتر من 20 سنة في منتخب أحمد الأحمر أنا حضرته هو عنده 18 سنة لما دخل منتخب مصر الأول سنة 2003 يعني البروندو وأحمد الأحمر فيه دي فيه علاقة خاصة بينهم لأن الاتنين بلعب قديرهم الشمال للعيب في نفس الستايل ونفس طريقة اللعب أحمد الأحمر بنستفيد منه في حالة الفنية الرائعة أحمد الأحمر يعني أنا مش رياضي عادي أحمد الأحمر يعني بنسبلنا احنا في كرة اليد رمز صحيح والناس كلها هو حابب الجمهور كله في كرة اليد نفسيها مش فقط بس عشان اللعب بس طبعا أحمد الأحمر قيمة أخلاقية رائعة والناس كلها بتحبه كبه عظيمة الحمد لله صعدنا للنهايات كاس العالم لأنه أول خمس فرق في هذه البطولة سيصعدوا لهذه النهائيات وإن شاء الله نفوز بهذه البطولة ونقلل الفرق ما بيننا وبين تونس تونس عشر ألقاب إن شاء الله احنا كمان نوصل لعدد الألقاب يكون ثمان ألقاب كل التوفيق المنتخدم نشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا